رئيس تحرير وكالة خبر السيد طارق الحداد معي في الستوديو لنتحدث عن مجريات الوضع وعن ملامح الحل السياسي في اليمن سيد طارق أهلاً ومرحباً بك أهلاً ومرحباً بك أخي العزيز بالسادة المشاهدين أهلاً بك يعني الآن هل نحن برأيك من خلال هذه الأنباء المتداولة ومن خلال ما يتم تداوله طبعاً بين الجانبين والوسادة العمانية والتحركات وغيرها الأممية هل نحن أمام ملامح لإنهاء الحرب في اليمن أم لتعقيدها بشكل أكثر أخي العزيز بداية للوساطة العمانية وللمجتمع الدولي كلهم الآن يعملون فيما يخص مصالح ميليشيا الحوثي ويسعون لإرضائها بشتى الوسائل نحن الآن أمام مرحلة أشد تعقيداً من مرحلة الحرب نحن الآن في مرحلة لا حرب ولا سلم لا حرب في القوات المناهضة للميليشيا الحوثي في حين أن ميليشيا الحوثي اليوم ترسل طائرات مسيرة إلى الضالع تواصل قصف المدنيين تواصل استهداف المدنيين في الحديدة وفي تعز وفي لحج المجتمع الدولي أصبح الآن يرى أن الأزمة اليمنية هي بارة عن ثقب أسود لاستمرار الاستنزاف الأموال والحصول على مساعدات تحت بند مساعدة إنسانية لليمن بالرغم أن هذه المبالغ نسمع عن بعجعة ولا نرى طحيناً فيما يخص الحل السياسي الجميع يتحدث عن وساطة عمانية ومن قبلها وساطة أممية ومبعث أمريكي ومبعث أممي ومبعث سويدي ومبعث سويدي ولكن لم نرى على الأفق أي أمل أو بوادر لها علاقة بالحل السياسي أو إنهاء الأزمة اليمنية نحن الآن نتحدث عن أزمة إنسانية أشد وطأة من قساوة الحرب والصواريخ فعلينا أن ندرك بداية أن يجب أن يكون هناك حل جذري باستعادة العاصمة صنعاء بأن تقوم بليش الحوثي بتسليم الأسلحة في المقابل الحكومة الشرعية التي من المفترض أن تمثل ابناء الشعب اليمني عليها أن تقوم بواجباتها اليوم للأسف يعني أحد المقردين الفنيين في العاصمة المؤقتة عدن تم إسعافه إلى المستشفى نظرًا سوء تغذية عقب نقطعه عن عدم توفر غذاء له لمدة ستا أيام الأمر مؤسف والوضع أصبح في اليمن مزين وهذه نسخة من العديد من النسخ طبعا في مناطق الشرعية طيب أنت تقول بأنه لابد من استعادة صنعاء وهذا هو ما يقوله الكثيرون ألا ترى بأن هذا تعقيد للوضع بشكل أكبر طالما ونحن نريد الآن الحل السياسي أو الحل السلمي كما هو طبعا توجه العالم أخي العزيز نحن ندرك سياسة ومنهجية ميليشيا الحوث الإرهابية منذ الحروب الست منذ العام 2003 هذه الميليشيا لم تلتزم بأي اتفاق ولم تنفذ أي عهد من المواثيق أو العهود التي وقعت عليها أو التي حتى المنبادرة التي فرضت عليها أو حتى التي رحبت بها فهو عبارة عن مجرد ضاعا للوقت ومزيد من استنزاف دماء وأموال اليمنيين بالحديث مع سلام مع جماعة إرهابية لا هم لها ولا هدف لها سوى السلاح سوى القتل سوى التنكر باليمنيين يجب علينا بداية أن نسمي المفاهيم بمسمياتها المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي منذ ثمان سنوات حتى اليوم يتعاملون مع الأزمة اليمنية كأنها عبارة عن ثقب أسود لنهب الأموال وتصفية مصالح والبحث عن مصالح شخصية سواء في المناطق المحررة أو غيرها فيما العالم يدرك بأن ميليشيا الحوثي عبارة عن قفازات إيرانية ففي الوقت هناك المناقضات وفي الوقت عندما تصرح أمريكا عن إيران إرهابية والحرس الثوري مصنف إرهابي تم تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية ومن ثم تم إلغاء هذا التصنيف فنحن الآن نتحدث عن واقع ملموس ونحمل فيه الجانب الأكبر المجلس الرئاسي عشرة أشهر لليوم لم يحقق شيء الحكومة لم تحقق شيء في الجانب الاقتصادي والآن تم إعلان عن تشكيلات عسكرية لا نعلم ما الغرض من إنشاء تشكيلات عسكرية في حين أنه وزير الدفاع السابق أعلن بأن ثلثي الجيش يرد ينود وهميون يجب على المجلس الرئاسي والحكومة أن يضعوا النقط على الحروف وأن يقوموا بدايتاً بإلغاء اتفاق استطرهم بالنسبة لخطوة التشكيل العسكري الجديد وما تم الإعلان عنه كثيرون يقولون بأن هذه ملامح للتوجه أو رسالة للحوثيين بأن هناك حسم عسكري إذا لم تستسلم للحل السياسي وهناك يقول من يقول بأنها مجرد مناورة لإضاءة الوقت أو حتى ليظهر أمام الشعب بأنه مستعد لكل الخيارين أخي العزيز بداية هذا التشكيل العسكري الجديد هناك الجيش الوطني، هناك القوات الحكومية، هناك ألويات المقامة الوطنية وهناك قوات العمالقة والقوات المشتركة ينتظرون فقط الأمر أو القرار بالتحرك لخوض المعارك العسكرية الآن الحديث عن تشكيل قوات عسكرية بعد ثمان سنوات حرب عبارة عن إضاءة للوقت، عبارة عن بوابة فساد جديدة يتم فتحها لتمويل هذه القوات التي لا نعلم أين هي أو من أين ستشكل أو متى دربت أو أين سيكون مهام هذه القوات في الحين أنه يجب بداية أضعاف الأمور يعني وأبسطها البيت بالتحرك استكمال تحرير تأز لرفع المعاناة أن السكان الذي يعانون المواطنون لمسير 12 ساعة في طرق وعرة وحوادث بالمئات والقواطر التي تقوم بنقل المواد الغذائية تقوم تتقلب في الطرقات يعني هناك أشياء الوضع اللي مني أسمح الآن شائك في ظل عدم وجود رؤية سواء من الحكومة العالية أو السادقة ولو قطعت كلامك في هذه الجزئية كانت هناك تحركات وإعلان بتوحد المؤسسة العسكرية وتفائل الناس كثيرا بهذه الخطوة وكانت هناك من المفترض أن تكونها يعني مثل هذه الخطوة هي الخطوة الأقوى وحدة أو السركة العسرية توحد تحت غرفة عمليات واحدة لماذا يتأخر دائما الحل أو لماذا هناك تباطع في مواجهة الخيارات الأخرى لدى الحوثية يبدو أن لدى صانع القرار اليمني ومن يقف خلفه مشروع آخر يبدو أن لديهم رؤية لإطالة أمد الأزمة اليمنية في الوقت الذي الآن جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية تعلن وبكل صراحة بأن أكثر من ثلثي المواطنين السكان اليمنيون أبناء وطني الحبيب تحت خط الفقر في المقابل لا نرى أي مبادرة بداية لإنقاذ الاقتصاد ومراعاة الوضع الإنساني سواء في مخيمات النازحين أو غيرها بالإضافة إلى الحديث عن هرطقات وعبارة عن حوارات بيزنطية تجريها بعض الدول الإقليمية مع ميليشيا الحوثي لإطالة الأمد أو البحث عن مصالحها الشخصية فيما يخص أن المرتبات ملف المرتبات ملفات الأسرة وبداية أيضا تشكيل المجلس الرئاسي ومخرجات مؤتمر الرياض لم يقتصر الأمر فقط على توحيد المؤسسة العسكرية كان هناك العشرات من البنود التي نصت على هذه التي سيقوم المجلس الرئاسي بتنفيذها ولكنه لم يحقق أي شيء منها وللأسف أفر اسمح لي بس إضافة حتى الآن التشكيلات أو التعينات التي تصدر من قبل رئاسة المجلس الرئاسي عبارة عن تعينات لطيف سياسي واحد وفرض أشخاص من طيف سياسي واحد كما كانت الأحداث قبل تشكيل المجلس الرئاسي طالما أنت أشرت إلى الحل أو الملف الإنساني وهو الملف الأكثر تعقيدا في اليمن والأكثر حاجة الآن الآن مثلا يصرح الناطق باسم جماعة الحوثي بأن إذا خطونا خطوات جدية وأنجزنا الملف الإنساني كما يقول ستكون الملفات القادمة أسهل هل هذه خطوة للحصول مثلا على رواتب لموظفيهم وللعسكريين التابعين لهم ومن ثم تكون الأمر أكثر تعقيدا من قبل أم هو يشعر الآن بالخطر ومثل هذه الخطوة ستضاف له أخي العزيز فيما يخص الملف الإنساني وأعلان مليشيا الحوثي عن استعدادهم للتعامل مع الملف الإنساني هنا يجب علينا أن نتطرق إلى نقطة مهمة جدا تتمثل بالفشل الحكومة اليمنية بإدارة الملف الإنساني والتعامل مع المنظمات الأممية التي كانت تقوم بتوصيل وتوزيع الإرادات من المساعدات التي كانت تجمع لليمن مليارات الدولارات حتى اليوم لم يرى منها المواطن اليمني أي شيء ونظرا لفشل الحكومة اليمنية وردت هذه المليارات إلى قيوب نافذين سواء في الحكومة الشرعية والنسبة الأغلب لدى قيادة مليشيا الحوثي التي كما تعلم سيد المشاهد أن الملف الإنساني هو الورقة الضغط الأكبر التي تضغط بها مليشيا الحوثي في حين أن المواطنون الخاضعون في مناطق مليشيا الحوثي لم يلمسون أي شيء من هذه المساعدات والمبالغ المهولة التي تم الإعلان عنها ولا تصلي المواطن منها شيء نعم نظرا لضيق الوقت سيد طارق هناك العديد من الملفات وإن أنجزت بشكلها العلني ننتظر إشكالية تنفيذها والمحسوبية للأطراف المتنازع عليها وأيضا البعد الكبير في التوزيع للمساعدات شكرا جزيلا لك سيد طارق الحداد رئيس تحرير وكالة خبر رئيس تحرير وكالة خبر